تنتشر القوات الحكومية بشكل ملحوظ على الطريق إلى تدمر وسط السورية وتدل الحفر الضخمة التي أحدثتها القذائف والمفخخات على ضراوة المعارك التي دارت بين القوات الحكومية وتنظيم ما يعرف الدولة الإسلامية خلال الأسابيع الماضية في حين تشهد مدينة تدمر السكنية هدوءا حذرا بعد إبعاد القوات الحكومية مسلحي التنظيم باتجاه الشمال والشرق في وقت نزح فيه أغلب سكانها السبعون ألفا بعدما عانوا على مدى عشرة أشهر من ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية التي أثارت الرعب في نفوسهم وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد قام بإعدام العشرات على المسرح الأثري لتدمر الأمر الذي دفع بما تبقى من السكان إلى الهرب من مدينتهم بعد مقتل أفراد من عائلاتهم لم تقتصر عمليات تدمير التي نفزها تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تدمر على الحجر فقط بل طالت البشر أيضا فهذا المسرح الذي شهد العديد من النشاطات الثقافية كان مركزا لتنفيذ إعدامات طالت العديد من الأشخاص عدموا بساحة الصخنة أخذوا منهم من تدمر وكان موقف تدمر هيك تجيني الأخبار أنا وعدموا بساحة الصخنة وأنا أتفرجت وعني عم يعدموا يحقوا معاه ويعدموا أتفرجت عليه الله لا يوفقون كل دولة جاعدتهم لأنها ذو الأرهاب ورغم كفاء مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عن تدمر إلا أن الدمار الذي خلفه التنظيم في المعابد الأثرية والحضارية ما زال ماثلا للعيان فقد طالت تدمير أبرز معالم تدمر الأثرية مثل قوس النصر ومعبدي بيل وبعلشمين لكن جزءا لا يستهان به من المدينة الأثرية بقي على حاله وتسعى الحكومة السورية إلى التعاون مع اليونسكو في عمليات إعادة الترميم ورغم الهدوء الذي يخيم اليوم على المدينة تؤكد الاستعدادات العسكرية الحكومية أن تدمر ستكون قاعدة لعمليات عسكرية لاستعادة مناطق من تنظيم الدولة الإسلامية مثل دير الزور في الشرق والرقة في الشمال عساف عبود بي بي سي من تدمر وسط سوريا